أرسلت النيابة العامة التركية في العاصمة أنقرة مذكرة إلى البرلمان لرفع الحصانة عن أحد النواب المعارضين للتحقيق معه بشأن كشفه معلومات حول مقتل عناصر استخباراتية تركية داخل ليبيا وقالت صحف محلية أن المذكرة أصدرت بحق أميت أصداغ النائب عن حزب الخير المعارض الذي عقد مؤتمر صحفيا كشف فيه عن معلومات حول مقتل بعض العناصر الاستخباراتية التركية في عمليات عسكرية داخل ليبيا أوضحت المذكرة أن التحقيق مع أصداغ يأتي بذريعة انتهاكه قانون جهاز المخابرات الوطنية والخدمات الاستخباراتية الحكومية ترجمة نانسي قنقر